امواج بشرية بيضة تزين البلاد بالامل 13 مليون تلميذ وطالب يبدأون عامه الدراسي الجديد التفوق والنجاح تتصدر الامنيات نتاج فاجعة الحمدانية تعلن على الملأ حادث عرضي وانعدام شروط السلام في طاعة الزفاف المميت ابرز اسباب الحريق صوت على مشروع قوانين وارجأ اخرى مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين والمالية النيابية تحتزم استضافة وزيري التخطيط والمالية خلال لقائه وزير النقل التركي السوداني ثمن حماس أنقر في المشاركة بمشروع طريق التنمية الحيوي مرصد اخبار المساء اهلنا بكم بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب انطلق الاحد العام الدراسي الجديد 2023-2024 في عموم محافظات البلاد وانا وزير التربية ابراهيم نامس الجبور اي هيئات التعليمية والتدريسية والطلبة في عموم العراق بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكدا ان العام الدراسي يحل تطلعات بل يحمل تطلعات وطموحات ملؤها الاصرار والعزيمة ودع الجبور الهيئات التعليمية والتدريسية الى التكاتف تحت جناح التعليم والمهنية للمحافظة على المكتسبات التربوية وتحقيق الارتقاء الامثل الذي يصل الى مستويات يفوق التوقعات بارك رئيس تحالف قوى الدولة السيد الحكيم للطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد وتزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف مشددا على همية تحديث وتطوير المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع تطور الواقع العلمي والاعتمام بالمباني المدرسية اذا اردنا ان نبني وطنا نفتخر به ونعتز به فنحتاج الى الكوادر البشرية القادرة على هذا البناء والتطوير وهذه الكوادر انما تبنى في المدارس لذلك التعليم هو البداية الضرورية والاساسية لاي تنمية واي تطور في بلادنا حتى نبني ابناءنا بشكل صحيح نحتاج الى منشآت مدرسية لائقة ومناسبة نحتاج الى مناهج دراسية تتناسب مع تطور الواقع العلمي في العالم ان نبدأ من حيث ما انتهى الاخرون مناهجنا يجب ان تحتوي على تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وماضينا وامجادنا في هذا البلد في وطننا ويجب ان ايضا تتضمن تطلعاتنا المستقبلية للعراق الذي نتطلع اليه ونحلم به وفي معرض حديثه في لقاء صحفي مع بدء العام الدراسي الجديد اكد رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني انه لا يوجد سند قانوني في جباية الاموال من عوائل الطلبة في بعض المدارس وخاصة مع توفر التخصيصات المالية في الموازنة لكل مديريات التربية تعاني العوائل العراقية من جبايات غير قانونية تحصل في المدارس وهذه ما الهى اي سند بالقانون قاعدة تولد استياء كبير لدى المواطنين بسبب قيام بعض الكوادر الادارية بحجة تربية مدارس احنا اكو مدرسة اولياء الامور عدتهم مبادرة خاصة بهم هم معنيين فيها اما نجي نفروفها على العوائل على التلاميذ هذا مصحيح وهذا مؤشر الدولة الحمد لله عدتها موازنة وعدتها تخصيصات وعدتها مكانيات وهنا عدنا تخصيصات ومنطينها للمديريات ويبترض تصرف بالشكل الصحيح في كاركوكا بدأ طلب الجامعات عامهم الدراسي الجديد وسط تطلعات لمزيد من الاجتهاد وتحقيق الطموحات سيف الله اليونس والتفاصيل ريات العلم تعيد اعتلاع الساريات وجامعة كاركوك تستعد لعام دراسي جديد تزين الحدائق وتنظف الطرقات ايذانا ببدء هذا العام عام ملؤه التفاؤل بالنجاح والتقدم ترافقه دعوات لمزيد من الاجتهاد والله للطلب الجامع جديد ان شاء الله خير يشدون حلهم لان حياة الجامعة حيات حلوة وما تتعبون ان شاء الله اشتغل ما يقدرون خلي مثل ما نقول يتوانسون بيها اما الطلبة اللي موجودة حاليا بالجامعة نتمنى لهم كل التوفيق لان المراحل الجاية ومراحل أصعب وان شاء الله يثبتون وجودهم ويطلعون من الطلبة العوائل على موضي ان شاء الله باشوا يقوموا مستقبل يفيدون العراق ويفيدون مستقبلنا والله يعني كان نصحتي للطلاب الانسان ما يفوت محاضرات يعني مواصرة وية المحاضرات تفيد والسنة حقيقة كانت سنة صعبة وهالسنة أصعب لانه صار بعض المواد وزارية وان شاء الله توفيق للكل انا بوجهة نظري انه الانسان كل منه اجتهاده حتى يحصل على فرص عمل لان فرص العمل صارت ضيقة ومحدودة جدا يعني خاصة فقط بالمجالات الطبية التعين مركزي اما مجالات الانسانية الاخرى ما بيها يتبقى على اجتهاد الشخص للانسان 18 كلية وعشرات الاقسام رفعت اقلام الجاهزية لبدء معترك علمي اخر تسعى من خلاله جامعة كركوك للنهوض بالواقع العلمي لها في ظل تزايد اعداد الطلبة والاختصاصات الدراسية على بركة الله جامعة كركوك حالها حال بقية الجامعات باشرت في العام الدرات الجديد يوم 17-9 حسب تقويم الجامعة المعدل 18 كلية عندنا باشروا في نفس التوقيت وحقيقة ان الزامنة المباشرة مع الامتحانات الوزارية لصف السادس الاعدادي حسب توجيهات الوزارة الحمد لله اغلب الكليات كان التوجيه من رئاسة الجامعة والوزارة بالاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي الجديد واكملت جميع الكليات اعمال الصيانة واعمال التهية والتنظيف لبدء العام الدراسي الجديد الاف الطلبة والطالبات بزيهم المعهود واطلالاتهم العلمية سيتوجهون لنيل شهادات مختلفة والمساهمة مستقبلا في بناء العراق الجديد في ظل احتضانها امتحانات السادس الاعدادي جامعة كاركوك تعلن استقبالها عاما دراسيا جديدا وعينها صوب تحصيل علمي جديد من كاركوك سيف الله اليونس قناة الفرات الفضائية هنا رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد الطلبة والكوادر التدريسية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد اذكر رشيد في منشورنا له على منصة اكسا انه يتقدم بالتهنئات الى الطلبة وذويهم وإلى الاسرة التعليمية الموقرة متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا وموفقا وضف ان النهوض بالتعليم يعد اولويتنا لمستقبل مزدهر ينعم فيه العراق بالامن والاستقرار ومن الواجب دعم هذا المسار مؤكدا انه بالعلم ترتقي الامم من جانبه هنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الطلبة والاسرة التربوية ببدء العام الدراسي الجديد وان الحلبوسي في منشور له على منصة اكسا مع بداية العام الدراسي الجديد الطلبة والاسرة التربوية متمنيا لهم عاما دراسيا جديدا مليئا بالجد والنجاح في ذيقار ومع بداية العام الدراسي الجديد تتجدد المشاكل في القطاع التربوي منها نقص الابنية المدرسية والكوادر التدريسية وما تزدال من بعض المدارس تعاني من الازدوام المجدوات والثلاثي تقرير جواد الحسيني مع بدي العام الدراسي الجديد تتجدد معه المشاكل في القطاع التربوي في ذيقار متمثلة بقلة عدد المدارس المخصصة للطلبة وتلاميذ المحافظة ما يضطر إدارات المدارس للعمل بنظام الدوام المزدواج حيث ما زالت الكثير من المدارس تعمل بالدوام الثنائي والثلاثي فضلا عن النقص في توزيع الكتب والقرطاسية والمستلزمات والاحتياجات المدرسية الأخرى الأبناء المدرسية مشكلة عويصة صار حوالي أكثر من 20 سنة هناك مدارس مزدوجة ومدارس ثلاثية ومدارس حتى ربعية نحن في محافظة الضيقار نحتاج إلى 850 بنائية 850 بنائية لفق الإزدواج بالنسبة للمستلزمات الدراسية أو الخدمات التربوية التي تشمل الكتاب وتشمل الدفتر وتشمل القلم وتشمل الأثاث والرحلة والصبورة طبعا لحد الآن البوادر ضعيفة جدا بالنسبة للقرطاسية حوالي 25% طول الإدارات والكتب وقسم بعض الإدارات أكثر من 25% وقسم إدارات لحد الآن ما استلموا بينما أنه العام الدراسي الجديد بدأ هسه بس أكو معانات يعني بالنسبة للطلبة والتلاميذ أول شيء قرطاسية ما جاء تتوفر مدارس كل مدرسة أعدادها صار هواية عن زيادة عن اللزوم كل صفي تقريبا 40-45 طالب وتتصاعد المطالبات من قبل أبناء محافظة ذيقار بضرورة إجراء إصلاحات في القطاع التربوي الذي يعاني كثيرا على مستوى قلة الأبنية المدرسية وتلك بعض المشاريع الخاصة بها فما زالت بعض المدارس في ذيقار بدائية وكرفانية خاصة في المناطق الريفية والنائية فضلا عن النقص في الكوادر التدريسية والخدمية والمناهج الجديدة والمستلزمات الضرورية لا زال قطاع التربية والتعليم يعاني من نقص كبير في بنايات المدرسية والدوام المزدوج وقلة الكوادر رغم التعيينات الكثيرة وقلة الاختصاصات بالإضافة إلى عمال الخدمة تجد مدرسة كبيرة بأعداد كبيرة من الطلبة بعام الخدمة واحد الدوام المزدوج لا زال موجود المدارس الكرافرانية لا زالت موجودة عدنا في شمال الناصرية مشروع مدارس متلكة يجب النظر بها وتعزل مشاكل إلى أنه مشاكل بين الوزارات مطالباتنا أنه تعاد النظر بالبنايات المدرسية كما ونوعا النوع أيضا غير صالح 40 طالب بالشعبة أو 50 ويصل العدد حتى إلى 60 في الصفوف الأولى بالإضافة إلى موضوع المناهج مناهج أن تتفاجئ الطالب تنطي منهج ممزق مقطع هذه أسوأ رسالة تقدمها للتلميذ في بداية حياته ومع بدي العام الدراسي الجديد ما زال الذقار تعيش نظام الدوام المزدوجي في أغلب مدارسها لعدم اتساع المدارس لاستيعاب الطلبة والتلاميذ المحافظة بحاجة إلى عدد كبير من الأبنية المدرسية منذ إقار جواد الحسيني الفرات ومن مشاكل نقص الأبنية إلى معاناة المحاضرين في النجف الأشرف من المعينين الجدد حيث يشكون صعوبة الوصول إلى مدارسهم خاصة مع قرار وزارة التربية أن يكون دوام المحاضرين مبدئيا في القرى والأرياف مما يثقل كاهلهم تقرير سجاد الخاقاني هو التفاصيل حاملا على كاهله مهمة كادت أن تصل إلى رسالة الأنبياء متجاهلا التعب والعقبات ليصل وقع أقدامه قبل أن يرن الجرس رحلة يومية تأخذ الكثير من تركيزهم في الوقت الذي يكون فيه طموحهم تقديم الأفضل القرارات التي تلزم التربويين بالمباشرة في القرى والأرياف خارج الرقعة الجغرافية التي يسكنها ألقت بظلالها على المعلمين والمدرسيين الذين تم تكليفهم فيها والتي تثقل على وضعهم المعيشي نواجه معاناته معاناته التكليف بالأغضية والنواحي لحقيقة بعيدة عن المركز مثل ابن المركز يوم تكلف بالمشخاب أو بخانوص هذه المسافة تحتاج إلى نقل إلى مبالغ مالية وحقيقة المبالغ مالية التي تصرف من التربية هي غير كافة لاستفاء موضوع النقل ربما قد حان الوقت لوضع آليات جديدة تساهم في توفير مرونة أكبر للملاكات التربوية وحركة تنقلهم بين مراكز المدن والأغضية والنواحي القوانين والتعليمات النافذة في التعين الملاكات الجدود ينص على أن تكون خدمتهم بالقراء والأرياف للظروف الإنسانية ولحاجة المركز لخدمات هذه الشريحة من أبنائنا المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات سنعمل جاهدين على تنسيبه في مركز المدينة سدًا للشاغر وكذلك لمراعب ظروفهم الإنسانية وسوف نوفق بإذن الله في توفير العدالة لشريحة كبيرة الاهتمام بشريحة التربويين ودعمها بما يتناسب مع ظروفهم الحياتية خطوة نحو تحقيق الأداء الأفضل للمستوى العلمي في النظام التربوي إن النجف الأشرف السجاد الخاقاني الفرات مشاهدين وللحديث أكثر عن انطلاق العام الدراسي الجديد ينضم معنا من البصرة الأستاذ علاء مرزوق اللامي بداية سيد اللامي مبارك لكم انطلاق العام الدراسي الجديد ما طبيعة الاستعداد في البصرة على مستوى تهيئة المدارس وانطلاق العام الدراسي الحالي نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بقناة الفرات الفضائية والكادر الكادر القناة الفضائية المميز قناة العائلة الكريمة وأيضا نرحب بجميع مشاهدين الكرام طبعا البدء بالعام الدراسي الجديد هناك خطة وزارية أعدت من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية هذه الخطة أعبت بالبداية على العمل الجاد في في التسوية ومخاطبة المديريات وتشكيل لجان التسوية عن طريق أقسام التربية وعن طريق أقسام الإشراف التربوي وعملنا جاهدين على تشكيل لجان للتسوية لسد النقص الحاصل في ملاكاتنا التدريسية تعرف حاليا بأن بعض الملاكات أحالت إلى التقاعد والبعض يكون الشطر بسبب هذا الشطر بسبب الازدحامات اللي قاعدة يصير العدد السكاني للتلاميذ وهذا الشيء عملنا عليه إن شاء الله تعالى للتسوية في سبيل أن نصل إلى ملاكات تعليمية يعني متساوية مع الملاكات الأخرى وهذا يصب في عملنا إن شاء الله تعالى الخطة الأولى أما ما يخص الخطة الدراسية لعدد الحصص اللي أقرتها وزارة التربية أيضا عملنا جاهدين على إيصال هذه المعلومة إلى مدراء المدارس لتهية العام الدراسي بالجدول اليومي المعد من قبل مدير المدرسة لأنه تعرف إدارة المدرسة حاليا أعدت خطة بداية في بداية العام الدراسي الجديد لتكون خاضنة للعملية التعليمية في بداية الأمر وهناك جدول جدول عمل إن شاء الله تعالى معد من قبل الإشراف التربوي لمتابعة جميع التلكاءات اللي قاعد تحدث داخل المدارس وأحسى حاليا أكثر المدارس تعاني من المدارس المزدوجة اللي هو الأحادي والثنائي والثلاثي هذه الثلاثي نحاول جاهدين أن إذا وجدنا بناية قريبة إلها نحاول تشطر ويتكون ثنائي في سبيل سد النقصة الخاصة للملاكات التعليمية من خلال اللجان اللي تشكلت من المديرية العامة لتربية البصرة في سبيل توزيع الملاكات التعليمية بشكل عادل لأن تعرفون أكو مدارس موجودة عندنا بالقرى والأرياف يعني بعيدة عن المركز وهذه الأماكن النائية قليل بها الملاكات التعليمية لذا نضطر أن نأخذ من ملاكات تعليمية من المركز ونحولها إلى المدارس النائية طيب سيد اللامي وزارة التربية أعلنت عن توزيع المناهج التربوية على المدارس لكن هناك بعض المدارس إلى الآن لم توزع المناهج على الطلبة ما سبب رأيكم نعم حاليا وصلت أدنى من مخازن مخازن مدرية العامة تربية البصرة العديد من إن شاء الله الكتب وحسب المراحل الدراسية وستوزع إن شاء الله بالقريب العاجل حسب الجدول والقسم من العدها وزعت وزعت اليوم قسم تربية المدينة هنا في قضاء المدينة اليوم استلموا كتب يعني بس لكن مو مشكل لحد الآن المطلوب بسبب النقص الحاصل حاليا بالكتب وإذن بالإضافة إلى أنه قاعد نستعين حاليا في بداية العام الدراسي قاعد نستعين بالكتب مع السنوات السابقة لحين توفر الكتب إن شاء الله من الوزارة عملت الوزارة خطة في سبيل تجهيز المدارس عموم العراق إن شاء الله وفقط محافة البصرة عموم العراق وقاعد توصل على شكل واجبات للمدارس نتأمل إن شاء الله بالأيام الجاية راح تكون هناك توزيع كامل 100% للمدارس محافة البصرة إن شاء الله تعالى طيب الحكومة ووزارة التربية جادة بافتتاح عدد من المدارس وافتتحت فعليا عدد من المدارس وأهلت أخرى كيف يجري الأمر في البصرة هل هناك زيادة في الدوام المزدوج هل هناك احتياج حقيقي لهذه الأبنية المدرسية في لوقت الحالي طبعا مثل ما ذكرت في البداية بأنه الزيادة العدد التلاميذ حاليا والتأداد السكاني يعني لكل مدرسة عدد أخذنا أخذنا مدارس مثلا مدارس الدولية أخذت من عدد الاختناقات الموجودة بالتلاميذ وأيضا عدد مدارس المتفوقين الفتحة عدد أخذت من المدارس الحكومية وبالإضافة إلى المدارس الأهلية أيضا أخذت من المدارس الحكومية لذا الباقي فتشاء قليل إن شاء الله تعالى من المدارس المزدوجة يتم إن شاء الله علاجها وحلها بجهود إن شاء الله المدارس العام تربية البصرة الدكتور عبدالحسين وبجهود محافظة البصرة إن شاء الله تعالى والأبنية المدرسية تم بناء مدارس في محافظة البصرة موزع على قضية والنواحي هذه المدارس هذه المدارس يعني قلت الاختناقات الموجودة داخل بقية المدارس وإن شاء الله تعالى بالأيام الجاية نتخلص من هذا الدوام المزدوج اللي هو الدوام الثلاثي في محافظتنا محافظة البصرة إن شاء الله طيب سيد اللامي يعني الوزارة التربية عينت الكثير من المحاضرين في مديريات مختلفة ومتعددة برأيكم الحاجة اليوم حاجة التوسع في عداد الطلبة والمدارس التي تفتتح في أوقات مختلفة هل هذا العدد كافي من المعينين الجدد لسد الشواغر في قطاعات التربية أحنا عملنا جاهدين إن شاء الله تعالى لعملنا باللجانة التسوية وأحنا قاعدنا خطة عمل وجرد بملاكاتنا التعليمية سواء الملاكات الدائمية أو الملاك المحاضر والعقود اللي تعينهم مجددا إن شاء الله راح تتوزع بشكل عادل على المدارس هناك يوجد نقص بسبب الشطر اللي صايق قاعد يصير بالمدارس وأيضا اللي أحاله على التقاعد فنحتاج إلى كوادر تعليمية أيضا يعني كمدرية عامة من قاعد نشوف الكوادر الموجودة عندنا لا تلبي يعني حسب الاختصاصات الموجودة وإنما يكون اختصاص فائض به وبعض الاختصاصات يعني قليلة به وخاصة اختصاصات الإنجليزي واختصاص الرياضيات فإن شاء الله تعالى بهذه اللجنة التي شكرت من قبل المدرية العامة لتربية البصرة لجنة التسوية رح نحل هذه الاختناقات إن شاء الله تعالى طيب الأستاذ علاء مرزوق اللامي كنت ضيفا عزيزا علينا من البصرة في المرسد الخبر شكرا لانضمامك إلينا أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمداني عن نتائج التحقيق بالحادث وفيما بيّنت إن سببا مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال أكدت إن الحادث عرضية وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحفي إن حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة مئة وسبعة أشخاص واثنين وتمانين مصابا من خلال إجراء الكشف لوحظ وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية على الطاولات وبقايا العلب والقنان للمشروبات وأن مادة الكحول مثل ما يعرف الجميع مادة سريعة تشتعال وتساعد على ذلك تبين عدم وجود أبواب طوارئ باب طوارئ رئيسي المفروض أن يكون باب أنه أبواب صغيرة وهي خاصة للخدمة وللإدارة تبين للجنة وجود أربع أجهزة شعالات نارية مدمر ومحترقة وحسب شهود العيان بأنها استخدمت في إطلاق الألعاب النارية وهي السبب الرئيسي للحادث حسب ما مبين من أجراء التحقيق ومقاطع فيديو التي تم ضبطها حيث أن آلية عمل الأجهزة المضبوطة تقوم بدفع الوهج الناري من مصدر الطاقة إلى ارتفاع أربعة أمتار وهي المسافة التي لامست سقف القاعة وهي المتسبب الرئيسي لعملية الاحترام طلعت اللجنة التحقيقية على كتاب قسم الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة والمتضمن الرئي المشار إليه بأن سبب الحريق وحصول مصدر ناري لامس المواد القابلة للإشتعال ما أدى إلى حصول أضرار الناتجة التي كان سبب الرئيسي للاحترام كذلك تم الانتقال إلى مستشفيات محافظة نينوة ومعينة الوفيات والجرحة وأصبح العدد الكل لغاية هذه اللحظة هي 107 متوفي و82 جريح فيما أكد مستشار وزير الداخلية لواء كاظم أبوهانا خلال المؤتمر إن الحادث عرضي وغير محتمد وأن لك قصور من أصحاب قاعة العرس لافتا إلى أن الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدا وقد استخدمت داخل القاعة ثبت اللجنة التحقيقية بشكل قاطع إن الحادث كان عرضيا وغير متعمد وحصل بسبب الإهمال الجسيم والتقسير بالواجبات الوظيفية واستخدام مواد بناء ممنوعة وسريعة الاشتعال وتساعد في انتشار النيران وهي السندويتش بناء فرضا عن نواثج الحريق السامة الناتجة عنها اثنين كان المواد الديكور الموجودة في سقف القاعة وهي عبارة عن قش صناعي شديد الحساسية تجاه الحرارة مع استخدام أربعة أجهزة للتشغيل ألعاب النارية في آن واحد سببا في من أسباب الحريق الرئيسي عدم قيام صاحب القاعة بتوفير مستلزمات السلامة والأمان ومتطلبات الدفاع المدني وعدم تقيده بالطاقة الاستعابية للمكان والسماح بدخول ضحف العدد فيها أدى إلى تزايد الخسار للأسف الشديد فيما أوضح وزير الداخلية عبدالعمير الشمري خلال المؤتمر أن صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل حيث تم إلقاء القبض عليه وأظهاره التسجيلات وأضاف أن سقف القاعة يحتوى على مواد سريعة الاشتعال كما وإن الكحول المنتشرة في القاعة والكاربد المستخدم بفرش أرضية القاعة أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع لحد ما تم تشغيل الشعالات وبدت أول احتراق للمواد الموجودة في سقف القاعة في أعلى لاحظ في أعلى السقف كان أول شرارة وحتى الحاضرين ما كان عندهم يعني شعور بالوجود الحريق لو لا تساقط الزاء النارية من سقف القاعة سقف القاعة كان مزين بالأقمشة والمواد السريعة الاشتعال وهذا ما عجل في احتراق السقف وانهياره خلال دقائق على منفي القاعة اللي أيضا ساعد مثل ما تفضل الأخ المستشار اللي ساعد في موضوع انتشار الحريق بسرعة الأرضية القاعة اللي هي بالكاربت مع وجود قناني من المواد الكحولية مع وجود مغزم من المواد الكحولية وكذلك وجود أجهزة تبريد في سقف القاعة عجل في المواد السريعة عجل في الاشتعال القاعة بشكل سريع وتحولها إلى إلى كرة نارية يعني كل القاعة أصبحت عبارة عن نار هذا ونشرتها وزارة الداخلية مقطع فيديو من كاميرا المراقبة يبين اللحظات الأولى لنشب حريق قاعة عراس الهيثم في قضاء الحمدانية التي رحى ضحية مائة وسبعة أشخاص اثنان وثمانون مصابا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كشف قسم الطب العدلي في دائرة صحة نينوى إن قرابة سبعة وثلاثون جثة من ضحايا حادث الحمدانية لم يتم التعرف عليها حتى الآن مديرة قسم الطب العدلي في دائرة صحة نينوى شهد عارف السلطان أفادت إن لم يتم التعرف على هوية قرابة سبعة وثلاثين جثة من ضحايا حادث الحمدانية وأعزت سبب عدم التعرف على هوية بعض الجثة إلى ارتفاع نسب الحروق مديرة قسم الطب العدلي ذكرت إنه تم التعرف على هوية سبعين جثة وسلمت لذويهم بعد فاجعة الحمدانية تجري مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى جولات ميدانية للتأكد من شروط السلامة في المؤسسات الحكومية والأهلية أصحاب المباني أبدو استعدادهم للتعاون مع مديرية الدفاع المدني لتطبيق شروط السلامة المزيد في التقرير الآتي تكرار مسلسل الحرائق في البلاد ورغم قساوة مشهده لكنه بات عمرا مغتادا وآخر الحرائق المفجعة ما حصل في زفاف الحمدانية الأمر الذي دفع بفرق الدفاع المدني في المثنى لإطلاق حملة تبتيش وكشف عن المباني المخالفة لتعليمات السلامة كشوفات استثنائية على كافة المشاريع العامة والخاصة الحكومية والمشاريع منها قاعات الأعراس والمطاعم والمولات والفنادق قامت المديرية أيضا بأحالة المخالفين إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني العامة والمحاكم المختصة داخل المحافظة في الوقت الذي تنفذ فيه الأجهزة الأمنية حملة استثنائية طالب مراقبون باستمرار المتابعة وتشديد إجراءات السلامة فيما أشاد أصحاب المباني بالحملة وضرورة الحفاظ على حياة الناس هذه المحافظة على أرواح الناس وهذه يتم عن طريق تعاون البناء بين هجلسة الدفاع المدني وصاحب المنشأ نفسه لذلك كل جيدة نرى الزيارات الميدانية المتكررة من قبل الدفاع المدني لتوجيهنا على الأخطاء الموجودة نحاول تصحيحها إن شاء الله الإجراءات الخاصة بالدفاع المدني وكما نعلم أنها إجراءات دورية وموجودة بالفعل على أرض الواقع ولكن عدم الاتزام من قبل المؤسسات الأهلية الحكومية وغيرها هذا الذي جعل هناك خلل في بعض يعني مؤسسات السلامة أو دواعي السلامة لتلك الأبنية الخاصة بالأعراس بالمولات وغيرها وتشير بيانات صادرة عن مديرية الدفاع المدني تسجيل تسعة عشر ألف حريق حتى آب الماضي راح ضحيتها نحو ثمانمائة وخمسين شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية من المثنى محمود قاسم الفرات مشاهدين وللحديث أكثر عن تداعيات حريق الحمدانية ينضم وعنى مستشار وزير الداخلية لواء كاظم بوهون سيد بوهون بداية مرحبا بكم في المرصد الخبري ما الجهة التي ثبت تقصيرها في حادث الحريق أهلا وسلم بحضرتك ومن خلالك المشاهدين الكرام أبتد حديثي بالتعزية لذو الضحايا والدعاء للجرحة بالشفاء بإذن الله تعالى اليوم معالي سيد وزير الداخلية أورد تفاصيل كاملة عن هذا الأمر المقصر شقيا الجانب الجنائي تحمله صاحب القاعة ومن يعمل معه وهم أربعة أشخاص ودينوا بالتقصير سواء من حيث البناء وما مستخدم من مواد والشعالات وغيرها كل الأمور التجهت كأذلة دامغة على تقصير المعنيين الشق الثاني يتعلق برئيس الوحدة الإدارية في القضاء الممثلة بالقايمة قام ومدير الناحية ومديري القطاعات المعنية مثل الكهرباء والسياحة أيضا أدينوا بالتقصير وكانت التوصية بإعفاهم وحالتهم إلى المحاكم نعم طيب سيد ما الإجراءات سيد بوهن ما الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المقصرين هل الاكتفاء بالعزل أم أن هناك أقوبات قادمة بحق المقصرين القرار واضح وإعفاء من مناصفهم هذا إجراء إداري والتوصية بإحالتهم إلى المحاكم لغرض إحالتهم إلى المحاكم ونيل جزاهم العادل جزاء ما ثبت من تقصير كبير وواضح من قبلهم في تأدية وعجباتهم الامترض أن تكون هذه التحقيقات وما أعلن اليوم على الملاء هل هو قرار النهائي أم هناك عقوبات أخرى تداعيات أخرى إذا ما توفرت الأدلة أخرى بهذا الشيء بالتأكيد القضاء سيتوسع في التحقيق واللجنة الخاصة التي شكلت في وزارة الداخلية التزمت الحياة ونأت بنفسها عن كل ضغوطات أو تدخلات واعتمدت المهنية والعلمية وركنت إلى الأدلة الثبوتية والوقائع في تبني هذه التوصيات التوصيات كانت مستندة إلى إجراءات تحقيقية ووقائع على الأرض ووثائق وعينات اتخذوها تخذت عفوا من مكان الحادث ومعاينة لمحل الحادث الأدلة الجنائية أخذوا عينات وعملوها مختبريا لذلك اكتملت الصورة عند اللجنة التحقيقية وبات واضحا عنوين التقصير وأشارت إلى هذا تقصيلا في إجراءاتها والاستنتاجات في حين تبنى معاني سيد وزارة الداخلية المحترم في معرض إراده للتوصيات شرحا مفصلا رافقته الصورة والفيديو عن كل فقرة من الفقرات لا شك إطلاقا في موضوعة الإذانة ولا شك إطلاقا في موضوعة التقصير سواء بجانبيه الجنائي أو الإذاري لذلك اللجنة ثبتت هذا التقصير بالوثيقة والدليل القاطع وأحالة الملف إلى القضاء الذي هو أيضا كانت له إجراءات في تزامنة مع إجراءات اللجنة له إجراءات قضت بتوقيف بعض العناصر والتوسع في التحقيق الآن الكرة في ساحة القضاء الموقر بالتأكيد له إجراءات وله رؤى أخرى سيتوسع بالتحقيق وسيحتمد أذلة جديدة ويحتمد في ضوها تكييف مادة الإحالة لتكون في أقصى ما يسمح بالقانون من إيقاع العقوبات سيد بوهن لا يخفى على حضراتكم بأن هناك جولات ومتابعات لفرق الدفاع المدني هذه المتابعات وهذه الإجراءات التي باتت اليوم مشددة هل هي رد فعل أم ضمن عمل ممنهج ومتابعة مستمرة لأعمالها في شق المتابعة ومهام الدفاع المدني الحقيقة أكون صريحة يا جنابك قبل هذا نعم كانت ردود الأفعال فورة وما تلبث أن تخبو جذوتها الآن الوضع مختلف الأمر الموقع للسيد الرئيس الوزراء كان حاسم جدا فرق الدفاع المدني الآن ومنذ انطلاق الأمر الموقع باشرت بالتنسيق مع السادر وعسال وحدات الإدارية بحملة ضارية بدأت ولن تتوقف معالي سيد وزير الداخلية رسميا حمل مدراء الدفاع المدني وضباط المراكز المسئولية القانونية الكاملة في حال حدوث أي حادث حريق في أي بناية مهما كان غرضها إذا كانت لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان ومطلبات الدفاع المدني الآن الحرب على هذا الملف بلا هوادة وحرب لا يمكن أن تتوقف حتى تزول أسبابه وإن شاء الله لن يكون الأمر مرحليا بقدر ما أنه سيكون مقرونا نهايته بانتهاء المخالفات بشكل تام أستطيع أن أتزم بهذا وأؤكد نعم نعم تفضل مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان كنت ضيفا عزيزا علينا في المرصد الخبر شكرا لإنضمامك إلينا رفع مجلس النواب جلسته لاحتيادها إلى يوم الاثنين بعد التصويت على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله أقلت الدائرة الإعلامية في بيان لها إن المجلس عقدت جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأرجع التصويت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية فيما صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية العفاء المتبادل من سمة الدخول لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات وجوازات لشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إحفاء حامل جوازات السفر الدبلوماسية الخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزيري التخطيط والمالية الأسبوع الحالي للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ الموازنة رئيس اللجنة عطوان العطواني ذكر في كلمة له خلال استضافة اللجنة للمحافظين إن هناك تقصيرا واضحا في أطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات مشيرا إلى إن قرار الموازنة بل إقرار الموازنة التلاثية جاء لتمكن المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها والتفادي توقف التومي لأنهاية السنة المالية شدد على ضرورة إطلاق تخصيصات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط خطام مرصد الثامنة دمتم بسلامة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة